قوله تعالى قوله تعالى أجمعين أما بعد فكما جرى عليه عمل مصنف الشيخ العلامة الشنطية رحمه الله في دفع هام الاضطراب من ذكر الآية وبيان موضع التوهم قال رحمه الله في هذه الآية في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فهذه الآية كما قال رحمه الله تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدل اللفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال والتراخي أيضا وكذلك آية حاميم السجدة فصلت حيث قال تعالى قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يوميني وتجعلون له أندادا بعد ذلك قال في آية أخرى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرا قال تأتينا طائعين هذه الآية توافق ما في سورة البقرة لكن في آية النازعات قال تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ثم قال والأرض بعد ذلك أي بعد ما تقدم ذكره مما يتعلق بخلق السماء دحاها فموضع التوهم أن الله تعالى قال والأرض بعد ذلك دحاها فأفهمت الآية أن خلق الأرض بعد خلق السماء خلافا لما دلت عليه آية سورة البقرة التي فيها قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فاسبوهن وآية فصلت ثم استوى إلى السماء وهي الدخان فقال لها وَلَرْدَأْتِيَا طَوْعًا أَوْهَكَّرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَعِي فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ في يومين ما الجواب على هذا التعارض الذي يتوهم في الآيات يقول رحمه الله اعلم أولا هذه مقدمة قبل ذكر الجواب نعم اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين ثم دح الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء ويدل لهذا أنه قال والأرض بعد ذلك دحاها ولم يقل خلقها ثم بسر دحوه إياها بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها الآية وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس رضي الله عنهما بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه مفهوم من ظاهر القرآن العظيم إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة واضحها جمع ابن عباس رضي الله عنه خلاصته أن خلق الأرض قبل خلق السماء والمتأخر عن خلق السماء هو دحو الأرض وهو إخراج مائها ومرعاها وما إلى ذلك وما ذكره الله تعالى في سورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها هذا الذي تراخى وتأخر عن خلق السماء أما أصل خلق الأرض فهو متقدم على خلق السماء هذا ملخص ما أجاب به ابن عباس ويقول هذا ظاهر لا إشكال فيه لأن الله تعالى لم يقل والأرض بعد ذلك خلقها قال والأرض بعد ذلك دحاها والدحو غير الخلق إنما هو تتميم وتكميل للخلق أما أصل الخلق فسابق لخلق السماوات كما دلت عليه آيات سورة البقرة وآيات سورة فصلت لكن الشيخ رحمه الله أشار إلى أن ثمة إشكال مع هذا الجمع وهو ما سيجيب عليه يقول رحمه الله إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه وإضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء لأنه قال فيها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء الآية وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن العظيم وإضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن طيب الآن الإشكال مرفوع بما تقدم بيانه من جمع بن عباس رضي الله عنه لكن الإشكال الذي ذكره الشيخ رحمه الله والذي لم تجب عليه الرواية المنقولة عن ابن عباس في الجامع هو أن الله تعالى ذكر في آية البقرة الخلق التام للأرض حيث قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وآية النازعات قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها فدلت آية النازعات على أن الخلق لم يتم وهنا موضع الإشكال فأجاب عنه رحمه الله يقول حتى هذا يقول وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال وهذا هو المنهج القرآني فيما يبدو للإنسان من التعارض بين الآيات أن يجتهد في التدبر الله تعالى رد المعترضين على القرآن إلى القرآن لحل ما يكون فيه من الإشكال رد الله المعترضين على القرآن إلى القرآن لحل ما فيه من الإشكال يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا حل كل ما يتوهم من اختلاف إنما هو بالرجوع إلى القرآن لأن الله تعالى افتتح الآية التي ذكر فيها انتفاع التعارض بين آياته بإيش؟ بالدعوة إلى التدبر منكرا على المعرضين عن التدبر وأن كل إشكال يتوهم في القرآن إنما سببه وهو نتاج لكون الإنسان لم يتدبر القرآن ولو تدبر القرآن لفتح له من أبواب العلم والتوفيق والفهم ما ليس له على بال وما يحل كل إشكال ولهذا الشيخ يقول حتى هداني يقول وقد مكثت زمنا طويلا يفكر في حل هذا القرآن حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن لا من شيء آخر من القرآن نفسه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا من أسرار القرآن وعجائبة أن فيه الجواب عن كل إشكال يرد عليه يقول رحمه الله وإضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين كل منهما تدل عليه آية من القرآن الوجه الأول الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير للخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود والعرب تسمي التقدير خلقا ومنه قول زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت حيث قال وقدر فيها أقواتها ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان الآية إذن هذا هو الوجه الأول للجهم وهو أن المراد بالخلق في قوله تعالى في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أن الخلق هنا ثم استوى إلى السماء أن الخلق هنا هو التقدير أي قدر لكم ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء وهذا يدل عليه ما في الصحيح من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائغ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا في الجملة فإنه ما من شيء مقدر إلا قبل أن يوجد وتقدير ما في الأرض سابق لخلق السماء لأنه تقدير متقدم وأيضا يدل له ما في القرآن في سورة فصلة حيث قال الله تعالى وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء فقال قدر فيها أقواتها في أربعة أيام وهذا التقدير غير التقدير السابق الذي قبل خلق السماوات وارضي الذي أشار إليه حديث عبد الله بن عمر فذلك التقدير الأزلي وهذا التقدير المقارن للخلق مثل ما يكون من خلق بني آدم فإن الله قد قدر ما يكون لبني آدم قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لكن عندما يكون خلق الإنسان قبل خلقه يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيون أو سعيد هذا الخلق هذا التقدير العمري كذلك الأرض لها تقدير خلقي سبق خلقها وهو ما ذكره الله تعالى في قوله في سورة فصلت وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء إذن قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لأصل الأرض بالفعل والإيجاد وخلق بمعنى التقدير لما في الأرض من أقوات وسائر ما ذكره الله تعالى من دحوها في ما ذكره في سورة النازعات في قوله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها وكل المعنيين تستعمل له مادة الخلق فالخلق هو الإيجاد والإيجاد إبراز من عدم والخلق هو التقدير وهذا لا يلزم معه أن يوجد المقدر بل يقدر الأمر ويخلق لكنه لا يخرج ولا يبرز إلا متى شاء الله تعالى إبرازه فما شاء الله تعالى من تقديره لأقوات الأرض وأرزاقها وما يكون بعد دحوها إنما كان بعد خلق السماء واستجهد لذلك بقوله والعرم تسمي التقدير خلقا ومنه قول زهير ولأنت تفري ما خلقت ولأنت تفري أي توجد ما خلقت يعني ما قدرت ولأنت تفري ما خلقت أي توجد ما قدرت وبعض القوم يخلق وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يقدر ثم لا يستطيع إيجاد ذلك التقدير واضح فقوله لأنت تفري أي توجد من الفري وهو الإيجاد والإبراز ما خلقت يعني ما قدرت وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ما قدره لا يبرزه لا يستطيع إخراجه إلى الواقع لا ينقله من التقدير إلى الوجود قال والدنيل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت حيث قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للساني ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولأرض إتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماوات أمرها الآية يقول رحمه الله الوجه الثاني الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة الآية فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم وجمع بعض العلماء بأن معنا خلاصته إجراء حكم الكل على البعض فلما كان الله تعالى أو إجراء حكم الفرع على الأصل يمكن أن يكون هذا أو هذا إجراء حكم الفرع إجراء حكم الأصل على الفرع أو إجراء حكم البعض على الكل فإنه لما خلق أصل الأرض كان كما لو خلقها كاملة لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فلما خلق الأصل كان هذا الخلق للأصل هو خلق للكل باعتبار وجود الأصل وذرب له مثلا بقوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة السيدو الأدب هذا الخطاب لمن؟ لبني آدم ومن الذين خلقوا ثم صوروا ثم قيل الملائكة تسجدوا لآدم من؟ آدم فأجر الله تعالى حكم الأصل على الفرع كله وحكم البعض على الكل الذي لم يثبت له أصل الحكم لم يثبت له كل الحكم إنما ثبت لبعضه وبالتالي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا باعتبار أن خلق الأصل إثبات للحكم في بقية الأجزاء وهذا أخره لأنه نازل على الأول في القوة والوضوح وعادة في ترتيب الإجابات يبدأ بالأقوى فالأقوى فبدأ أولا بأقوى الأجوبة ثم ذكر الثاني يقول رحمه الله وقد وجمع بعض العلماء وجمع بعض العلماء بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك فلفظة بعد بمعنى مع ونظيره قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم وعليه فلا إشكال في الآية ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة وبها قرأ مجاهد والأرض مع ذلك دحاها طيب هذا الوجه واضح أنه تفسير بعد بمعنى مع وهذا يجري على لسان العرب لكنه لا يستند إلى استعمالا شهير وإنما إلى قراءة شاذة والقراءة الشاذة هي شاذة باعتبار القواعد والأصول لكن لا يعني هذا أن لا يستفاد منها حكم أو لا يفسر بها معنى مثل قراءة بن مسعود رضي الله عنه في الأيام المتتابعات فصيام ثلاثة أيام متتابعات أخذ بها جماعة من أهل العلم فقالوا يجب في صيام الكفار أن يكون متتابعا استنادا إلى هذه القراءة الشاذة شذود القراءة بالنظر إلى ثبوتها في القرآن وأنها وجه من أوجه القراءة لكن هذا لا يعني الشذود فيما تدل عليه من معنى ولا يعني الشذود فيما تفيده من تفسير وبيان ولهذا قال رحمه الله ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة فالشذود مقتضح في الروايات الحديثية عدم الاعتبار لكن هنا في القرآن القراءة الشاذة يستفاد منها في البيان في بيان المعنى وفي إضاحة الإشكال إذا ورد إشكال وكذلك في الأحكام إن كان إذا أفادت حكما ولكن ليس بقوة ما أفادته الآية في القراءة الثابتة غير الشاذة وبها قرأة مجاهد والأرض مع ذلك دحاها نعم وجمع بعضهم وجمع بعضهم بأوجه ضعيفة لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل خلق الأرض وهو خلاف التحقيق منها أن ثم بمعنى الواو ومنها أنها للترتيب الذكري كقوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا الآية ثم تأتي ويراد بها الترتيب الوقوعي أو ترتيب الحدوث ترتيب الواقعي وتأتي ويراد بها الترتيب الذكري أي ترتيبها في ذكر المتكلم لا في الحوادث والوقوع فهو الآن ذكر وأشار إلى أن جملة من العلماء قالوا في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء أن ثم هنا لا تفيد ترتيب الحوادث والوقاع إنما هو ترتيب ذكر الله تعالى رتب ذكر الخلق لا باعتبار حدوثه وإنما باعتبار ذكره وهذا له نظائر ومنها ما ذكره في قوله ثم كان من الذين آمنوا مع أن الإيمان سابق لما تقدم مما عطف عليه في سورة البلد نعم خلاصة الجواب أنه لا تعارض بين آية النازعات مع آية البقرة وفصلت أجاب عنه ابن عباس رضي الله عنه بأن أصل خلق الأرض كان متقدما على دحوها فكان خلق الأرض في الأصل سابقا على خلق السماء ثم كانت دحو بعد خلق السماء وقيل في الجواب أن الخلق كان مكتبلاً قبل خلق السماء للأرض وكل ما فيها وفسروا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها بأن بعد بمعنى مع والأرض مع ذلك دحاها أي مع خلقها حصل دحوها هذا هذا التفسيران أو هذان الجمعان على القول بأن بعد هنا تفيد الترتيب فهنا جوابان الجواب الأول أن الخلق بمعنى التقدير فيقول قوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً أي قدر لكم ما في الأرض من الحق من الوقاع والمخلوقات ثم بعد ذلك خلق السماء وأوجدها والوجه الثاني أن إطلاق خلق الأرض وما فيها إنما هو باعتبار أن خلق الأصل خلق للكل وهذا هو الوجه الثاني هذا ملخص ما ذكره المصنف رحمه الله من أوجه الجمع بين الآيات ودفع التوهم الذي يمكن أن يرد على الذهن في مثل هذه الآيات والله أعلم